اهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة النهاردة هقدم لكم نصائح كتير لمرتدي تركيبات الأسنان المتحركة طقم كامل أو تركيبة جزئية بمشابك أي أن كان نوعها إن كانت تركيبة أكريلي كريزن عادية أو مططية مرنة من السيليكون أو حتى من الكوبلت كروم أو طقم الأسنان الفيتاليوم ذات القعدة المعدنية أول حاجة بنصح بيها طبعاً هي النظافة إني أنا أنضف طقم الأسنان كويس جداً بعد كل وجبة لازم أروح على طول على الحنفية وبتجي أنضف طقم الأسنان كويس جداً تحت مية جارية وأكون حاطط في الحوض إما فوطة أو منشفة في الحوض أو حاطط طبق مليان مية بحيث لو الطقم وقع مني غصب عني يقع في المية أو على المنشفة وما يحصل له الشروخ أو الكسور بنضف طقم الأسنان كويس جداً بالفرشة المخصصة للطقم والمعجون المخصص للطقم وبنضف الطقم من كل الاتجاهات تحت مية جارية وبشطف الطقم كويس وقبل ما حطه فيه الفم أكون منضف الفم كويس لو أنا ما عنديش المعجون المخصص للطقم باستخدم أي معجون أسنان غير قاشط يعني إيه غير قاشط يعني ما يكونش لطبيض الأسنان أو ما يكونش للمدخنين أو لتلميع الأسنان عشان ما يشليش طبقات من طقم الأسنان ويتركه خشن أو يوسع بسبب أني أنا بستخدم مواد قاشطة ما ننساش إن إحنا ننضف الفم كويس جداً بالفرشة والمعجون ونعمل مساج لللثة ونبتجي ننضف منطقة اللسان ومنطقة الخد ومنطقة سقف الحلق للناس اللي بتترجي تركيبات الأسنان المتحركة لو أنا مش هقدر أنضف طقم الأسنان 3 مرات في اليوم بالفرشة والمعجون على الأقل بنضفه مرة قبل منام بالفرشة المخصصة والمعجون المخصص للطقم بنضفه تنضيف عميق مرة قبل النوم وبعد الوجبات لو أنا مش هقدر أنضفه بالفرشة والمعجون بكتفي أني أنا بشيل طقم الأسنان أو بخلع طقم الأسنان من الفم وبنضفه كويس جداً تحت مية جارية وبمشي بصباعي في كل تنايات طقم الأسنان بحيث أتخلص من كل بقايا الطعام العالقة على طقم الأسنان وعلى المشابك وبشتفه كويس تحت مية جارية معظم أطقم الأسنان بتحتاج أن هي تفضل رطبة طوال فترة الليل يعني أنا طبعاً ممنوع مانعاً بثاً أني أنام بتركيبات الأسنان المتحركة فلازم أخلعها الأفضل أني أنا أحطها في مية المية دي إما بيبقى فيها الأرث الفوار المنظف للطقم إما بيبقى فيها مية وخلى على حسب نوع طقم الأسنان وأنا تكلمت في موضوع النقعة في حلقة منفصلة أهم حاجة أن تفضل رطبة طوال الليل وما سبهاش نشفة أو بدون مية ده لكل التركيبات المتحركة الصبح بدري لما أجي ألبس الطقم ما أخدش الطقم من المحلول المطهر والبسه على طول لأ لازم أشتفه كويس جداً تحت مية جارية لأن معظم الأقراص الفوارة بيبقى فيها مواد كيميائية لتنظيف وتطهير طقم الأسنان فمهم جداً أني قبل ما أحطه فيه الفم تاني يوم الصبح أكون شطفه كويس جداً تحت مية جارية أبتجي أعود نفسي أني أستخدم المضمضات الطبيعية وأنا أتكلمت قبل كده عن أهمية المضمضات الطبيعية خاصة لمرتجي تركيبات الأسنان المتحركة وتكلمت على مضمضة المية دافية أو الملح وتكلمت على مضمضة منقوع أو مغلي القرنفل وتكلمت على مضمضة منقوع أو مغلي ورق النعناع وتكلمت على منقوع أو مغلي ورق المرمرية زي ما بتسموه أو الميرامية وتكلمت عليه وتكلمت على مضمضات طبيعية كتيرة جداً لابد ان احنا نختار منها مضمضة او اتنين على الاقل نبتجي نستخدمهم بصفة مستمرة ما ننساش ان الفترة الاولانية في استلام الطقم يعني اول شهر او اول شهرين بتبقى مرحلة اكتشاف مشاكل طقم الاسنان بيبتجي اعالجها مع طبيب الاسنان او الطبيب المعالج في زيارات المتابعة مهم جدا اني اكتشف لو طقم الاسنان عاملي قرحة ربما يكون عايز يتلمع ويتنعم ويرجع لي تاني لو عامل لي التهابات لو عامل لي حساسية لو في مثلا بعض الحواف خشنة محتاجة ان هي تتنعم وتتلمع لان مثلا عامل لي جروح او قطع فيه اللثة مهم جدا لو طقم الاسنان في اسنان عالية ببتجي اروح لطبيب الاسنان ويحط لي ورقة كربون اعض عليها علشان يعلم النقاط العالية في الاسنان لو فيه مواد لو فيه مناطق ضغط في طقم الاسنان ببتجي طبيب الاسنان يريح حالي حاجات كتير باكتشفها في اول شهر او اول شهرين وبتخليني اروح لطبيب الاسنان في جلسات المتابعة اتمنى تكونوا استفدتم من النصايح النهاردة ولو في حد عنده اي استشارة طبية بيكتبها لي فيه التعليقات برد على كل اسئلتكم واستفساراتكم الطبية دعما منكم للقناة ما تنسوش الاعجاب بالفيديو ومشاركته مع الاخرين لتعام الفائدة والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة